وصفتنا النهاردة ايس كريم الشوكولاتة طعم طحفة وهنشوف ازاي يطلع قوامه ناعم وكريمي وكل ده بدون اضافة شوكولاتة وكلاما مش هنضيف حليب مكسف محلق ولا كريمة لباني هيطلع الطعم خطير وهنعمل صوت شوكولاتة سريع كده ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير لي الفيديو ويلا بنا نابد الخطوة اللي هنعملها دلوقتي هتخلي قوام الايس كريم عندي ناعم وكريمي جدا فانا معايا ربع كيلو من اللبن او كوباية 250 ميلي بغضف لها 3 معالق كبار من السكر ومعلقة كبيرة نشا معالقة كبيرة مليانة بشكل هارمي و3 معالق كبار كاكاو خام نختار نوع كاكاو كويس وافضل الانواع اللي هو الكاكاو الأسباني اللي بيباع عند مستلزمات الحلوان اقلب كويس قوي علشان اتأكد ان الكاكاو والنشا اختلطوا كويس قوي مع الحليب عشان مرفعاش على النار تسخن تتكتل لازم اتأكد ان هو ده بالأول وعلى نار متوسطة ابدأ اقلب لغاية مية قل معايا اول مية قل ويعمل فقوعات بالشكل ده بنزل بمعلاقة كبيرة زبدة مش عايزين نضيف زبدة ممكن نضيف اشطاء اللي هي وش الحليب برضو وش اللبن يعني دي بتدي دسم برضو طعم غاني للايس كريم ممكن كريمه لباني كمان كده تمام جاهز برفعه بقى منه على النار وبنزله يبرد شوية وبعدين بغطيه بأي نيلون عندي بس اتأكد ان هو برت شوية يعني وبعدين بشيله في التلاجة لغاية ما اتأكد ان هو بقى سائع لما بيبقى سائع بقى بباركه قوامه دلوقتي بيتقل بيبقى شبه المهلبية بتاعة الشوكولاتة اللي احنا بنعملها بس بيبقى على اتقل شوية بصوا شايفين قوامه عامل ازاي طعمه حلو جدا على فكرة في المرحلة دي ابدأ بقى اضرب الكريمة معايا 8 كيلو من الكريم شونتي باضف لهم علاقتين كبار سكر بودرة ومعايا ربع لتر من اللبن سيبته في الفريزر شوية علشان يبقى سائع قوي وابدأ اضيفه بالتدريج نضرب ما نحطش اللبن كله مرة واحدة وما نحطش يعني سائع من التلاجة كده لا احنا بنسقعه جامد في الفريزر بحيث انه يبقى عامل بولوروت تلج كده بسيطة ابدأ اضرب كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي بتخلي الكريمة معايا تدي كمية كويسة برضو ما اضفيش الكمية البقية دي مرة واحدة انا بس علشان عارفة نوع الكريمة اللي انا بستخدمه انه هو بياخد كمية من اللبن فانا علشان تده اضفته مرة واحدة لكن انت ضيفي بالتدريج لو انت مش وفقة في نوع الكريمة اللي انت بتستخدميها علشان فيه انواع كريمة ممكن ما تحتاجش كل كمية اللبن اللي انا ضفتها دي ابدأ اضرب انا عايز القوام بتاع الكريمة عندي يبقى تقيل مش عايزة يبقى خفيف شايفين يعمل علامة الونار كده على المضرب انزل بقى بالخريطة اللي احنا عملنا ده واضرب كويس قوي مهم من الايس كريم معايا يبقى قوامه تقيل علشان ما يعملش بلورات تلج كتيرة لما يتحط في الفريزر اضرب كويس قوي هتأكد ان كله امتزج مع بعضه في المرحلة دي بقى ممكن ان انا اجمده في الفريزر من غير اضافات تاني لكن انا هضيف نص معلقة صغيرة من الانسبريسو ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام برضو ده بيقوي الطعم معايا لو انتوا حابين الطعم يبقى قوي جدا طعم الشوكولاتة يبقى باين قوي اضيفوا الاضافة دي لو مش حابين او يعني حابين طعم يكون خفيف كده بسيط طعم شوكولاتة خفيف ما اضيفوش الاسبريسو والكاكاو اللي هي المرحلة الاخيرة دي هضرب تاني وعايز اقولكم كمان انه خلوا السكر بتاعه يكون ازيت شوية من اللي انتوا بتحبوه لانه هو لما بيسقع قوي في الفريزر السكر بدعه بيقل فالتحلية برضو حسب الرغبة يعني انا عندي كان السكر مزبوط بالزبط لو عايزين تحلوا اكتر برضو ممكن ان انتوا دي حسب رغبتكم انتوا يعني انا غلفتوا كويس قوي بستريتش وده مهم علشان ما يرقودش اي روايح من الفريزر بصوا كده ده جامد جدا اهو ممكن ان انا قدمه برضو في الوقت ده هيبقى حلو وناعم على فكرة انا حبيت بس اوريلكم ان هو برضو طعمه جميل لكن لو حبينا ان احنا نعمل خطوة بقى تانية يبقى نعم قوي ابدأ ان انا اقسره كده او ما سيبوش يوصل لمرحلة التجميد اللي هي النهائية دي اضرابه قبل ما يتجمد كله بالشكل ده يعني ما سيبوش لغاية ما يتجمد واضرابه بقى في الكبة او حتى في الخلاط برضو ممكن او بالهند بلندر اي حاجة بسيطة يعني هو في الكبة احسن او الهند بلندر الاتنين وابدأ اضرابه كده بيدي بقى بيخلي اي بلورات تلج تدوب معايا وبيدي قوام ناعم جدا زي بتاع المحلات بالزبط بس المرحلة اللي بعد كده برضو جمدوه شوية في الفريزر انا ما جمدتوش استعجلت عليه يعني سبته ساعة بس فكان سايح شوية انتو ممكن تسيبوه فترة اطور نيجي نعمل بقى صوص شكولاتة كده سريع معايا اربع معالق كبار من الحليب دفتهم وانزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الزبدة ابدأ بقى اضبط القوام بتاعهم بحليب لبن بودرة وسكر بودرة وكاكاو اضفهم بالتبادل كده فانا اضفت معلقة 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 كبيرة يعني من كل حاجة وابدأ ادوبه طبعا خلوا بالكم انه هو هيتقلم ما يسقع شوية لكن انا حسنوها خفيف قوي فبدأت ان انا ازود تاني معلقة من اللبن البودرة والكاكاو الخام واضفت معلقة صغيرة من السكر البودرة اقلبهم القوام كده كويس ولو عايزينه يتقل اكتر من كده بنحطه في التلاج هنا الايس كريم بقى سيبته شوية في الفريزر بس تسيبوه برضو انتو فترة اطول من اللي انا سبتها دي عمي ممكن تسيبوه اربع خمس ساعات وتحط المعلقة في كوباية فيها ميا سقعة ده بيخلي الايس كريم يطلع بسهولة من المعلقة كل ما تيجي تعملي بولا تحط المعلقة في كوباية الميا السقعة سهلة عليك انا غيرت معلقة الايس كريم عشان المعلقة دي بتدي شكل مدور اكتر ودي الصوص معايا هو تقل لما برد طبعا اي نوع الصوص شوكولاتة انتو معتمدين وتقدروا تستعملوه انا بس حبيت اديكم فكرة سريعة عن حاجة ممكن تعملوها من غير شوكولاتة طبعا ممكن تسياحوا شوكولاتة وتحطوها مباشرة بتبقى تحفة طبعا اي حاجة بالشوكولاتة بتبقى جميلة جربوا بس الوصفة وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وهسيب لكم باقي وصفات الايس كريم في صندوق الوصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا